لو لا المرأة المصرية ما كانت مصر لو لا المرأة المصرية ما كان الرجال لو لا المرأة المصرية ما كانت الأبطال تحية لكل مرأة مصرية ألف تحية وألف سلام وألف احترام وألف دعاء للمرأة المصرية المرأة المصرية التي اختارت الجار أبل الدار المرأة المصرية التي أشاد الله بها من فوق سبع سماوات المرأة المصرية التي أخذت الترتيب الثاني بعد مرية ابنة عمران هي المرأة المصرية آسيا امرأة فرعون وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لعندك بيتر في الجنة هذه امرأة مصرية المرأة المصرية جعلها الله شعيرة من شعائر هذا الدين صدق أو لا تصدق المرأة المصرية جعلها الله جعل الله سلوكها ومشياتها وجلستها شعيرة من شعائر هذا الدين ولمن أراد أن يتثبت فليتذكر الصفة والمروة إن الصفة والمروة من من شعائر الله الصفة والمروة دي من التي فأول من قامت بالصفة والمروة في تاريخ الإسلام قولوا لي بالله عليكم ذكروا أنفسكم المرأة المصرية هاجر عليها سلام الله حولها الله إلى شعيرة امرأة مصرية تحولت إلى شعيرة شعيرة لا حج ولا عمرة بغير تقليدها وبغير المشي كمشيتها وبغير السعي كسعيها وبغير الدعاء كدعائها هذه المرأة المصرية الكريمة هاجر عليها سلام الله إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جنح علي أي الطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم هذه المرأة المصرية التي نحتفي بها أيها السادة المرأة المصرية التي أنجبت هؤلاء الأبطال الصناديد في كل مجالات الشهادة الذين افتدوا مصر بأرواحهم لو لاهم ما كانت هناك امرأة ما كان هناك رجل يستطيع أن يواجه هذه البطولة وهذه الجسامة بتلك الروح والقتال اشتركوا في القناة